انتصار جديد أحرزته الحكومة اليمنية في مواجهة مخطط لمصادرة ولايتها وسلطة التحقيق التي تتمتع بها في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان إنجاز شكل خلاصة جهد عربي منسق احتل مساحة مهمة من اهتمامات المسؤولين العرب على هامش الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جينيف السويسرية أفضى هذا الجهد إلى إصدار قرار تحت البند العاشر يتيح لليمن ممثلاً في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان المشكلة من قبل الرئيس هادي الحصول على المساعدة التقنية وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان والحصول على مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان جهد تكلل بالنجاح في مقابل جهد أوروبي كان يزمع وضع سلطات التحقيق بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في عهدة لجنة تحقيق دولية طبقاً لمقتضى البند الثاني من الآلية المعتمدة في مجلس حقوق الإنسان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان كان قد تضمن بعض التلميحات بشأن عدم قدرة اللجنة الوطنية على إجراء تحقيق مهني وشامل الموقف الذي وصفه وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبح بأنه تصعيد لا يختم تعزيز تطوير التعاون مع اللجنة الوطنية أو الحكومة اليمنية التطور الأخير في موقف مجلس حقوق الإنسان يفسح المجال أمام الدور الذي يتعين على اللجنة الوطنية بذله للوقوف على مجمل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في اليمن وتأمين مرجعيات معتبرة تمكن يد العدالة من ملاحقة المجرمين طال الوقت أو قصر